السيد محمود أهلاً وسهلاً يا ف reckon أهلاً وسهلاً بحضرتك تفضل أيّا استيد محمود نعم، وفضل الحمد لله أهم سواء يا مولانا تفضل يا غيلي أه حضرتك أنا معايا تحسابي مبلغ وزوجتي مبلغ journalist مبلغ زوجتي هو اللي بلغ حد النصاب ومبلغي أنا سوية هل أطلع أنا الزوجة على المبلغ ككل ولا على المبلغ اللي هو يبلغ النصاب لا على مبلغ زوجتك بس زوجتك هي اللي هتطلع عليه يعني ايه زوجتك اللي هتطلع عليه يعني دلوقتي زوجتك الفلوس اللي معاها بلغت 85 جرام دهب 85 ما يساوي 85 جرام دهب فهي اللي بلغ عندها النصاب بلغ عندها النصاب وحالة عليه الحول اتطلع الزكاة عليه اما حضرتك اذا مكنتش ليه لان كل واحد ليه زمة مالية مستقلة زوجتك ليها زمة مالية مستقلة وانت لك زمة مالية مستقلة حتى لو كنت بتايش وعيشها واحدة حتى لو كانت هي بتساعد في البيت حتى لو انت كنت بتديها فلوس حتى بدل الفلوس دي في حسابها باسمها فهي لها زمة مالية مستقلة يبقى اللي هيبلغ مال والنصاب يطلع عليه زكاة مش هنجمع المالين على بعض خالص إلا إذا كان المالين مجموعين مع بعض في شركة لا دول مش مجموعين على بعض مش في شركة ومش بنشتغل في التجارة خلاص كل مال عيبقى لوحده ويبقى المال ده وتماله كل مال عيخرج عليه زكاة فهي عيخرج الزكاة على مالها اللي بلغ النصاب لكن مش هيخرج على مالك انت